عالم بكله متحد ضد تفشي وباء كورونا لكن الحوثي وحده منشغل باستهداف المملكة خلاصة تصريحات المتحدث باسم التحالف ترك المالكي الذي اتهم فيها الحوثي بالتصعيد المتعمد استمراراً لاستراتيجية إيران القائمة على المماطلة والتزيف تصريحات المالكي أتت بعد هجوم صاروخي شنته ميليشيا الحوثي على السعودية مساء سبت الثامن والعشرين من مارس الجاري وبحسب المتحدث باسم التحالف فإن قوات الدفاع الملكي السعودي اعترضت ودمرت صاروخين باليسيين أطلق على مدينتي الرياض وجازان لم يتسبب الصاروخان بأي خسائر بشرية لكن التحالف قال إن الميليشيا الحوثية تهدف من هجماتها تعميق معاناة الشعب اليمني والمماطلة في تنفيذ إجراءات بناي ثقة التي ترعاها الأمم المتحدة واكد التحالف بأنه مستمر في اتخاذ الإجراءات الصارمة لتحييد وتدمير قدرات الحوثي الباريسية أتت هجمات الحوثيين على المملكة بعد يومين من شنهم هجمات على أحياء سكنية أدت إلى استشهاد مدني وإصابة آخرين في مدينة تعزة وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين في مدينة التحيطة بالحديدة بالنسبة للحكومة فإن هجم الحوثيين على المملكة إرهابي وجبان ودليل على عدم رغبتهم بالسلام رغم تصريحهم بقبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة وخفض التصعيد لمواجهة كورونا